بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصيتنا أيها الإخوة والأخوات الحكمة ثم الحكمة ثم الحكمة والله تعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أول الألباب والحكمة في أصلها كما قال أهل العلم وضع الشيء في مكانه كيف نضع صدقاتنا في مكانه كيف إذا تكلمنا نتكلم كلاما في مكانه وبحدوده المناسبة لا زيادة ولا نقصان كيف إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالحق وبالعدل لا شطط ولا انحراف ولا غلو ولا إفراط ولا تفريق كيف تكون علاقاتنا مع الآخرين صحيحة وفي مكانها وبمقدار موزون مجال الحكمة لا ينتهي في الواقع ونلاحظ كيف جاء التوجيه الرباني في سياق الحديث عن الإنفاق جاء التوجيه الرباني في قضية الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فعندما يقول سبحانه وتعالى في ختام الآية الكريمة وما يذكر إلا أولو الألباب إذن طريق التحقق بالحكمة أن نكون من أولو الألباب وقد بيّنت آيات كيف يكون الطريق إلى أن نكون من أولو الألباب عندما يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولو الألباب من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات الكريمة عندما يقول سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إذن الذي يبحث عن الحق والحقيقة ويلتزم بها ويكون هذا العلم علما بصر وبصيرة قائما بالقلب هم أولو الألباب أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع وعندما يقول سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الذي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يسأل الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب واضح أنها ترسم لنا طريقة أولو الألباب لترسم لنا أيضا طريقة الحكمة والتحقق بالحكمة لذلك كان القرآن هو الحكمة وكله حكمة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكمة سنته صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة هي الحكمة ولذلك كان قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ووصف القرآن بأنه الحكيم إذن بمقدار ما نكون على هذا الطريق طريق الهداية والتحقق والاقتداء والبحث عن الحقيقة والعلم المنور بنور الله بنور الإيمان نكون ممن تثمر الحكمة في قلبه نقول هذا في سياق حكمة ذكرها لنا الحارث المحاسبي رحمه الله عندما يقول كما لا ينبت الوابن على الصفا لا تثمر الحكمة في محب الدنيا هل رأيت أنه إذا نازل مطر غزير على صخرة صماء صلد يمكن أن تنبت شيئا؟ لا يمكن فكذلك يقول لك هذا الذي تعلق قلبه بالدنيا ومن ثم غفل عن الآخرة ومن ثم غفل عن الله ومن ثم غفل عن الحقائق النورانية والإيمانية لا تثير الحكمة في قلبه وهذا بيان أن طريق الحكمة هو طريق تزكية النفس هو طريق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك طريق الحكمة أن نتحرر من حب الدنيا وشهواتها التي سبق الحديث عنها أيضا في هذا الصدد عندما حذرنا عليه الصلاة والسلام يوشك الأمم أن تداع عليكم كما تداع الأكلة إلى قصعتها إلى أن يقول ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت هذا المرض العضال الذي أدى إلى تمزق الأمة إلى اقتتال الإخوة فيما بينهم إلى ضعف هذه الأمة إلى تسلط أعدائها عليها حب الدنيا حب الشهوات تعلق القلوب بالأمور المادية يجعل هذه القلوب مظلمة لا تستقبل الحقائق ولا تقوم بهذه الحقائق فأنا للحكمة أن تثمر فيها لذلك كان قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها لأنه هو أيضا مما يؤدي إلى الحكمة ويؤدي إلى التحقق بحقائق التوحيد وحقائق الإيمان التزكية وأيضا قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى ورسم لنا الطريقة في ذلك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لكن أين المشكلة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا هنا لاحظ كيف استنبط الحارث المحاسب بهذه الحكمة أنه لا تثمر الحكمة في قلب محب الدنيا الله سبحانه وتعالى بيّن أن السبب الحقيقي في أننا لا نتذكر ولا نتعب ولا نعتبر ولا نتحقق بحقائق الصلاة ولا نسير في طريق التزكية بيّن السبب الحقيقي إذ قال بل تؤثرون الحياة الدنيا ثم وعظ قلوبنا وذكرنا بالحقائق التي تهدينا إلى السمو والارتقاء فقال بعد قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أي كذلك كانت هداية الله لجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء من قبل فما بالكم أيها المؤمنون أيها المسلمون لا يكون ذلك من هدكم ومن أخلاقكم ومن صفتكم إذن أشد أنواع الجهر في الحقيقة هي أن تتغلب علينا الدنيا وشهواتها ومن ثم حذرنا ربنا مبينا أخلاق الناس إذ هم لم يرتقوا ولم يتزكوا عندما قال وتحبون المال حبا جمع وعندما حذرنا من أخلاق المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات فأن يعطوا منها رضو وأن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون لا شك أن القرآن كثيرا ما حدثنا عن الحكمة ونماذج الحكمة الأرقى مثلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم الشاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وأيضا في حق يحيى عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء وعلى رسولنا عليهم أفضل الصلاة وتمتصيم يا يحيى قضي الكتابة بطوة وآتيناه الحكم صبيعي الحكمة وأيضا عندما نجد الحكمة في أهل الكهف على سبيل المثال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ومثلا في لقمان عليه الصلاة والسلام وهو على الأرض حليس من الأنبياء ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لي ولوالديه إلي المصير ثم تبين حقائق الحكمة من خلال ماذا كان يعظ لقمان ابنه في التوحيد وفي بر الوالدين وفي إقامة الصلاة ومراقبة الله سبحانه وتعالى وفي التواضع والتحقق بالأخلاق وعدم رفع الصوت إلى غير ذلك من القضايا لندرك بعض جوانب الحكمة التي ينبغي أن نتحقق بها من خلال الحكمة تساس الدول من خلال الحكمة تساس الأمم من خلال الحكمة تحسن العلاقات بين الناس من خلال الحكمة يحسن الأب تربية أبنائه من خلال الحكمة يحسن الإبن التعامل مع أبيه مهما كان حاله على سبيل المثال من خلال الحكمة يستطيع الإنسان أن يدير أخطر المؤسسات ويدير مثلا المؤسسات التربوية والتعليمية والاقتصادية والإدارية فيتحقق النجاح في مختلف نواحي الحياة نسأل الله إذن أن نكون من قيل فيهم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته